سلام عليكم البنات كديرين لابس عليكم امركم زيان تمنى الفيديو ديال يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم البنات سوف يكون هذا الفيديو خاص بالكريم سولار او الواقي الشمسي خصوصا نعرف بان الصف قرب واختاريت باش نهضر لكم على هذا الموضوع لان الناس بزاف كيتلفو فاش كيفوصل الصف ما كيعرفوش ايش من واقي ياخدو مع ان الواقي الشمسي كيخصنا نستعملوها في الصف بحال شتوى يعني فيهم بجوج باش نحميوا البشرة ديالنا اللغة البنات انا عندي هنا واحد واحد المجموعة ديال اللي بغيت نوريهم لكم وتستفيدهم التجربة ديال ان شاء الله وغادي نبدأ لكم احسن واحد فيهم اللي عاد خديته حتى انا اللي هو فيشي اللي هو فيشي غير قبل البنات ما نهضر لكم على الزيكران انا بغيت بان البنات يفهموا بان اي واحدة بغا تاخد لك خصوصا تشوف على حسب على حسب البشرة ديالها وحتى كين في البنات اللي ما كيعرفوش يقول لك انا ما بقش عرفوش البشرة ديالي واش جافة ولا دهنية ولا مختلطة ولا حساسة لاننا فعلا البشرة ديالنا صبح الله العظم كتبت لفا على حسب الفصول بحال انا عندي بشرة عادية مختلطة ولكن بعد المرة صبح مثلا كيوصل لفصل الشتاء كتولي عندي البشرة جافة وكذلك فاش كي يجيز سيف كيولي عندي ديزون اللي هما مناطق اللي هما اللي هما فيهم جافين وبعض البلايس اللي تكونوا دهنيين يعني توقع هنا مشكل ألوغ لبنات اللي ما عرفوش ما عرفوش النوعية ديال البشرة ديالهم او اللي كتبت لعليهم البشرة ديالهم سيف انا كمصحهم ياخدوا ان اكخان يمشوا البارافارماسي او الفارماسي وياخدوا واحد الاكخان اللي ديالي يكون ديال جميع انواع البشرة نبدأ بهذا اللي قلت لكم فيشي عدخ ديتو هذا اكخان فيشي ديال البوغاتواغ فيشي اللي هو ماركة فرنسية كيف مما كتعرفو قبل ما تاخدوا قبل ما تاخدوا اي كريم واقي شمسي غا تاخدوا بعيد الاعتبار هاد الاس بي اف اللي كتكون فيه لان كين اللي فيه عشرين كين اللي فيه ثلاثين كين اللي فيه خمسين وكين اللي فيه مياه مع ان هذه القادية تميرها ما كي نشال البناس هذه ما كيش اي اكخان اللي غادي يحميلك يحميلك لوجه ديال كمية في المياه من اشيعة الشمس هذه غير حيدوها مبالكم دونك يبقى هاد سيكن سيكنت بلوس هو الافضل بالنسبة لي انا فصل الصيف وكل اللي غادي ستعمل فصل مثلا حتيلا نقصنا ودرنا ثلاثين في المياه اكخان ديت اس بي اف ثلاثين في المياه ماشي مشكل نديرو فصل الشي تاع اما فصل الصيف داروه محيماية ديال خمسين في المياه هذا من جهة من جهة اخرى البنات هناك نشوفه فهد واقع الشمسي تاع في شي ديرين فيها اوفي بي و اوفي اا على غدا الوفي اوفي بي و اوفي ا اشنا وما البنات هاد الوفي اا هي لولا اوفي اا هي وقاية من الاشيعة المسببة للتجاعل والحساسية هاد الشي هذا هو اللي كان قصدو به هاد الوفي اا الوفي بي البنات وهو الوقاية من الاشيعة المسببة لحروق الجلد ذو كل الاشيعة اللي تكون خطيرة اللي تكون خطيرة زعمة بزاف ماشي شي حاجة اللي عادية وتتكون اللي استر كتسبب حتى الاشيعة اللي كتسبب سرطانات اللي هاد في بلص ممشو احنا قلبوا على هاد ولا هادا هاد شيرا تطوروا لو ده بكتلقى عن الكران صولي غلي جامعهم بجوج في ال او في او في او في او في بي هاد مجي هالبنات اذا غاد نمشي هالبنات اذا غاد نمشي هالبنات اللي عاد اختيته مؤخرا وجربته وفعلا عجبني بزاف 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 غاد نقول لكم شنو هو شنو هو المميزات ديالو البنات غاد نبدو باول اول حاجة ما كتبين فيه بانه هذا فيها كريم ضد اللمعان تنتي لي ما كيبريش مثلا ضد اللمعان تنعرفوا لي زكرون مني كندرون اغلبية اللي زكرون كندرون كندرون كتبقى في وجه كيبري هذا اللي هالبنات هاد را كريم ووعتبروه بحل شريته ان فان ده تا انا جربته هاني كنقول لكم بحل فيه كريم وفان ده تا كريم وفان ده تا كيغطي هو اونتي تاش كيغطي كيغطي دوك اي حاجة كتعدنا فيه في الوجه لزامبرفكسيون دوك التصبوغات يلا كنتعدنا شي سيكاتخيس ولا هادا نقدر نقول لكم كيغطي بنسبة تقريبا ستين في المياه وهي اللي هي نسبة اللي راه ما نستهنش بها زعما راه مزيان كون ميك خون زعما وفان ده تا هذا اللي يدرنا هالبنات ما نرجعوش نعود نديره مورا هالفان ده تا من بعد فالاخر غادي نقول لكم الطريقة اللي كندير انا باش كيبري يفوجه مزيان غادي نقول لكم اشنا هم المميزات ديالو كيف ما قلت لكم ما فيش اللي معا كيغطي دوك البوقع السوداء و التصبوغات اه كيرطب كيرطب وهو اصلا خصيصا هذا خرجوه للبشرة المختلطة الحساسة و غادي يحتن بشرة دهنيتا هي ممكن تستعمله دونك هات ثلاثة انواع ديال البشرة نقدرون ستعملو لهم هادا هادا لكخون مور طيب كيرطب و عنده واحد الفعالية كبيرة ضد ضد البوقع السمراء هما ديرين بانه راكي عالجها مع المدة انا يلا هبديتو غادي نهضر لكم غير على على التغطية ديالو بانه كيغطيهم و كيغطي هادا كشي اللي بحال الحبيبة ترقاقلي تكون في الوجهش حاجة اللي خفيفة بحال دوك التصبوغات تتوش شمسو هادا دونك هادا راها راهم زيان من جيه اخرى حاجة اخرى لما انسيت ما قلتها لكم بانا را ما فيش البارابين كيف ما كان عرفوا بانا البرابين را واحد المادة اللي هي مصرطينة دونك هادا راهمي فيش خارم البرابين و كيعطي واحد مني كنديروها على الوجه كيعطي واحد لا توش اللي هي السك واحد لا توش اللي هي السك تيباليكو جهك عادي ناشف بحال لحطة انفوندتا و صافي و في نفس الوقت را عندو هادا الحماية كيما لكم ديال سيكنت بلوس حاجة اخرى اللي لاحبتها فاش استعملتو انا بانا هورا ما تيحرقش في العينين نهائيا نهائيا انا را بشرتي وخاكك شوية حساسة مختلطة غادي الحساسة و في فصل الشيطاء تتكون عندي تتنشف لي شوية دونك هادا فاش درتو نهائيا ما حرقني موالو في عينيه صراحة و ما كيخليش ديك اللي معلي ما كيبغيش ديك اللي معا تبقى ديك اللي معا تبقى لي في وجه اداء مذيان تقاوم العارق و الماء وفي نسبة العارق أنا كنتنهم الصباح و كنتنخرج حتى يتم تستمر بصмов شغ class صباحنا را في أنواع كيل هدير فيه كريم onti brillance tau كريم ضد المعان ملوانة كريم بحاله تقريبا كيف نفصل الامبالاج ولكن هذا اسمه كريم مكتبه في بلسط هنا انتي بريانستنتي انتي بريانستنتي كان هنا ديرين انتي تاش وفي جميع ججرة هم فعالين ضد ضد البوقع والتصبغات هذا كنت خديته وفي الصراحة اعجبني بزاف ما عندي ما نقول فيه هو بالنسبة لطريقة كيف اغطي هو اساسا هذا اللي خونخسكم تديروه ربع ساعة 15 دقيقة قبل ما تخرجوا ماشي تديروه وتخرجوا مباشرة لان الفلو والفشيلة تحطي على الوجه كتديري كيباليك عادي جدا كتغلسي واحد شوية كيباليك الوجه هرها تناسق كيباليك عادي جدا كيباليك عادي جدا كيباليك عادي جدا انا الطريقة اللي كنديريه انا قبل ما نخرج كنناخده كندير واحد لا كنتيتي اللي هي نسبيا قليلا على وجهه هيدا كل لازون بحال هكا كنمصي بيدديم زيان حتى كيدخول هاداك الكرون فلابو كنجلس واحد شوية وكنمشي كناخد هاداك كنناخدها وكندير عاود تاني هاداك بحال غان خدم فوجهه الفون دوتان بحال غادي ندير الفون دوتان وعاد كندير كنتيتي اللي بغيت انا فوق هاداك كنتيتي اللي بغيت انا فوق هاداك كنتيتي اللي بغيت انا سيبتك 50 مللل حاجة اللي بغيت انا هو اللون ديالو بحال غان خدمة كيف يحصل بحال غان خدمة مغان خدمة ولكن البناس لا تنقلوا يمكنك واحد ايضا وعلى بطو كيرجع كيرجع مزيان لا يعلم كيف يحصل يجب أن يغطي 60% 150 درام وفيها تغطية مزيانة فيها الثامن ديالو حتى هو قيب اللي مناسب مقارنة مع هاد المميزة اللي فيه وكي يرطب وما كيخليش هديك اللمعة اللي كتكون في وجه كتيرا كيعطي واحد لا تشلي الساكل اللي مزيانة مزيان اللي عنده بشرة حساسة صراحة هذا طب وغادي نجوزو دابا البنات غادي نجوزو نهدر ليكم هلا واحد لكخون صوليغ واحد اخرى اللي هي ديرماكير هادي كخيم صوليغ اللي حتى هي البشرة المختلطة الحساسة تهي فيها 50 بلوس من المكونات ديالها البنات هو هاد لكخون بأنها تحتوي على فيتامين او اللي كان عرفوا المميزات الكتيرة ديالو على البشرة ديالنا هادا البنات انا غادي نوري لكم حتى هو تانتي ولكن ماشي بحل ماشي بحل فيشي الفرق بينه وبين فيشي انا نقول لكم اشنا هو هانتوما شوفوا بعدها هادا اللون تعو كيف دير فاتح كيبا هادا كيبا فاتح هانتوما هادا البنات نرمي زرين تانتي ولكن واحد في اخر المطف كيرجع بحل انفيزيبل هذا ديرماكير كيرجع بحل انفيزيبل من كي تتمصي في في الفرقيني لك ما كيباش كيبا تقريبا تقريبا بحل اكران انفيزيبل من المميزات المفيدة من المميزة ترطيب كبير يحمي من التصبغات تسبب أشعة الشمس ثلاثة مفتوح وغلق وغلق 50 ملل 80 مل يجب عليك 130 مل وحسب لدينا الكرة المفتوح 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 فوريفر راهم في الصراحة حتى وما راهم مزيانين كيتميزوا بأنهم سوصون دي بخودي بيو اللي هما طبيعيين ألو غا نهضر لكم على هاد على هاد الكرون اللي هو إكرون صولاغ اللي تحتوي على نسبة على الألو وفيرا بواحد شكل كبير اللغة البنت هاد هاد الكرين الصولاغ اللي هو ديال اللوي صانسكرين اللي قلت لكم كيحتوي على سب اف ثلاثين ولكن هاد تلاتين البنت هاد تلاتين بحلنا ببناء ثلاثين أمريكية ما يعادل ديال نحن نرى ستين اس بي اف ستين ديال نحن دون كرافيتة واحد الحماية اللي هي مزيانة مميزات ديالو بأنه إن فوق نحط على الوجه خفيف بزاف بزاف خفيف مقاومة للماء على حسب ما تقولوا 20 دقيقة خفيف خفيف مميزة شجرة يمكن تستعملوا بالرجال والنساء والأطفال ويوجد بجسم جسم خفيف ومميزة بمكتب يجب أن ترى الحجم كبير يقلل أن تظهر التصبغات التي تسببها أشعة الشمس يقوم بعمل مدى طويلة يقوم بعمل مدى طويلة يجب أن تكون حاجة خفيفة يجب أن يحصل لو كانت مستمر مدى طويلة يمكنها بنظيفة أصدقاء لا يحتاج لأن تظهر المال سألدناgro إلى الكم نشاهدت الاشارات اللي كانت عليها بلا قياس في الصراحة وكنت احضرت لكم عليه في واحد الفيديو وقدرت عليه فيديو خاص هذا اول فيديو ليا نحن نحضر لكم عليه مشكل حتى هو ما كاتبين عليه SPF 50 بلوس وديرين بانه ديستيني لبشرة الحساسة هذا تقدروا تديروا اي نوع ديال البشرة مفيش الريحة ومفيش البغابين ولكن البنات اللي نقدر نقول لكم عليه وخا ديرين انا اول ما درتو حرقني في عيني حرقني في عيني كان ديرو يدمعوني عيني مع اني مكا مصلا مش ديكلازون ديال العين فهمتوني هذا ما عارفش حويش كاتبينو عليهم وفي الصراحة في الواقع ملقيتو مش فيه ديرين انهو صانب فان صانب بغابين وديرين فيه بانهو اكران اكران صولاغ اكران صولاغ فوند تاين ديرين فيه الحماية SPF 50 بلوس ولكن البنات ما عجبنيش هذا نهائيا نهائيا كيف ما شفتو في الفيديو اللي وراني كنت هدرت عليه هذا البنات انفو كاتبيرو هراش غادي نقول لكم والله العظمي لا علاقة يمكن كانوا شي ناس قالوا لي في التعالي تخلو لي بان وفقهم كاللي غادي يوافقوا ولكن اللي بغيتكم تفهموا بان هذا البنات اعتبروها بحال بيب كخيم لا اقل ولا اكتر اعتبروه بيب كخيم مصافي لانه يفوقي تحط هذا على الوجه عادي جدا كيرطبه و لكنه لا يديك مزيد مزيد من سبقه لأنه مكتوفه تجريه نوعي قريبه نقول لكم بان راول ما كيلا فوقتين كاتديرو على الوجه ما كنشه ما كيغطيش بالنسبة اللي عنده الحبوب او للا بالنسبة اللي عنده ليطاش او اللي عنده الكلف او اللي عنده التصبغات فالوجه هذا راول ما كيغطيش ومتعولوش عليه وان بلوس هو انه لا يستخطي لكيغطيش كيبقى في الوجه بحلا معزول على الابو البشرة لا يشربون البشرة مقاومة للماء نهائياً نهائياً سوف تخرجوا بغير تعرقوا سوف يطير هذا البيج أوبال سوف تنظروا بشكل كبير بيبى كخيم سوف تنظروا بشكل كبير بيبى كخيم لا تنظروا بشكل كبير بيبى كبير يغلق الوجه هذا المنزل لا تنظروا بشكل كبير أهم شيء قبل نخطروا الكرام قبل أن نخطروا الكرام يكون الكرام وكريم بالليل لتنظروا بشكل كبير حميه من تجاعد أريد أن نشارك معكم هذا الكرام كريم وكريم كريم بفرنسا وكريم 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 هذا اطلق على وجه براية من جهة من كرام في الحماية لذلك هذا جيد جيد البنات هذا اللي نستخدم هذه النفصلة حتى الجيد من الماكياج يضح لوجه هذه الخيمة ذلك للجوم ليست جيد جيد قد ترين البناء هذه الليلة من الطبيعة كثير من التغذية الصحية في الصراحة الكثير من الناس يساوها وفيتامين سي اللي هو شي حاجة اللي ضرورية البنات نبقون ناخدوها في الليمون ناخدوها في المواد اللي كيحتوي على فيتامين سي وعادة يبقى هذا يبقى لي شيء ولا بد منه اللي نديروه من اللي نكونوا خارجين غير هو اللعبوه على هالدرجة الحماية اللي كتكون فيه بأن فصل الصيف خصنا ندو نحافظه على الواقع الشمسي دينا ونديروه كل جوجديا ومستويع وكان هذا هو الفيديو دي اليوم البنات نتمنى تكونوا استفدتم معايا شوية ونطلقوا إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله